موسيقى مساء نور والبركة نشرة الأخبار من تلفزيون سما إليكم أبرز عنوينها موسيقى استراتيجية واشنطن مهددة قوات من العشائر العربية تهاجم مواقع لقصد في ريف ديرزور موسيقى حجم الكارثة مجهول انتشال قرابة 4000 جثة في درنا وتسعة ألاف في عداد المفقودين موسيقى الدفاع الروسية تعلن توجيه 11 ضربة جوية وبحرية عالية الدقة لأهداف للجيش الأوكراني خلال أسبوع موسيقى موسيقى توقعت مجلة فورم بوليسي أن استراتيجية واشنطن في المنطقة مهددة بما شهدته أرياف ديرزور من مواجهات بين قوات العشائر العربية وميليشيا قصد ودعت المجلة قوات الاحتلال الأمريكي للحرص على عدم تقويض مكاسبها متوقعة أن موقف الميليشيا وخلفها واشنطن صعب جدا وعلى الأرض أصيب عنصر من قصد بجراح وذلك بعد استهدافه بالرصاص على أطراف بلدة الحجنة بريف ديرزور الشرقية وقبيل ساعات شن أبناء العشائر العربية هجوما على نقاط تابعة لقصد في قريتي درنج وجمة قرب بلدة الطيانة بريف ديرزور الشرقي وفي تطور آخر أسرت قوات العشائر عنصرين من قصد على طريق قرية الجاسم بالقرب من ناحية الصور وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نفذت قصد حملة اعتقالات في بلدة السوسة بريف ديرزور الشرقي طالت سبعة مدنيين هذا ولا تزال مناطق عدة في ريف ديرزور الشرقي تشهد توترا ملحوظا لسيما بعد الانسحاب المريب للميليشيا من جديد من جديد عقيدات وصولا إلى الباغوز عقب محاولتهم لانتقام بحرق المنازل والممتلكات وقتل المدنيين واعتقال خمسين من الشبان والفتية في بلدات البصيرة والبحرة والجردي وقرى أخرى كذلك رجحت مصادر أهلية أن قصد انسحبت للتحضير لهجوما أكبر ضد أبناء القبائل والعشائر في وقتا لاحق رصدت مصادر أهلية مرور رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي من قاعدة كونيكو باتجاه حقل العمر النفطي مرورا بقرية جديد عقيدات وجديد بكارة وتتواجد قوات الاحتلال تحت مزعم محاربة داعش تحت مسمى التحالف مقيمة قواعد غير شرعية في أهم حقول النفط في الجزيرة السورية ويشير خط مرور الرتل الأمريكي إلى تحضيرات ما تجريها واشنطن التي لم تتمكن إلى الآن من تثبيت مزاعمها برضوخ العشائر والقبائل العربية لها انطلقت في هافانا أعمال قمة المجموعة 77 والصين بمشاركة أكثر من 134 دولة من بينها سوريا وأكد الرئيس الكوبي ميجل دياس كانيل في افتتاح القمة ضرورة العمل على رفع مستوى النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للعالم أجمع كسر الهيمنة الغربية العالمية ومحاربة الفقر واستئصاله من العالم ومواجهة المديونية في الجول النامية وتحقيق نظاماً اقتصادياً واجتماعياً عادل من أهم أهدافها ورسائلها بل وسبب تأسيسها قمة مجموعة 77 والصين افتتحت في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكوبية هافانا بمشاركة سوريا وأكثر من 134 دولة كوبا ترأست المجموعة وللمكان دلالة فمنذ فترة طويلة وكوبا تصارع محور الغرب وواشنطن وترزح تحت العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها في وقت يحمل خصوصية وتفرد من جانب تراجع هيمنة القطب الواحد على العالم بقيادة الولايات المتحدة إن صوت مجموعة 77 والصين سيكون دائماً ضرورياً لمنظومة الأمم المتحدة خاصةً وأن المجموعة نصيرة التعددية وأدعوها إلى مناصرة نظام متجذر في المساواة ودعم نظام مستعد لتصحيح مسار الظلم والإهمال على مدى قرون ومؤازرة نظام يخدم البشرية جمعاءً وليس أصحاب الحظوة مجموعة 77 والصين هي المجموعة الأكثر تنوعاً عالمياً فبعد نحو 60 عاماً على تأسيسها أصبحت تضم نحو 140 دولة وعضواً حيث تمثل ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة و80% من سكان العالم ما يزيد الثقل والأهمية لها ككتلة عالمية ضاغطة كونها تمثل الخيار الأمثل للتكتلات التي تمارس من خلالها واشنطن ودول الغرب سطوتها وسيطرتها السياسية بعد التحكم بمقدرات الجولية وثرواتها نشكركم على قبول الدعوة التي توحدنا اليوم للدفاع عن المستقبل والأغلبيات الكبيرة التي تشكل مثل هذا المفهوم الواسع للإنسانية إقامة هذا الحدث في كوبا يمثل اعترافاً بالدور الذي تلعبه في المشهد الدولي من خلال صياغة مشاريع تهدف تحديداً إلى إنشاء آليات قادرة على السير ببلدان الجنوب عن طريق التنمية بحسب محللين اقتحمت قوات الاحتلال ضحية شويكا شمال طول كرم واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة فيما اندلعت موانشهة عنيفة عقب اقتحام الاحتلال وآلياته لضحية شويكا مؤكداً أن قوة له تعرضت لإطلاق نار كذلك أصيب عشرات الفلسطينيين فجر السبت جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم جنوب نابلس في الضفة الغربية قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا من عدة محاور وحصرت عدة أحياء واعتدت على عدد من المنازل الفلسطينية وخربت ممتلكاتهم وسط أطلاق نار كثيف لقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بحالة اختناق هذا وتفرض قوات الاحتلال حصاراً مشدداً على البلدة منذ الثلاثاء الماضي حيث أغلقت مداخل ومخارج البلدة واصطت عزيزاتاً في محيطها كما قامت بتجريف عدد من الطرق وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى أغندا لبحث القضايا المشتركة بين البلدين وعلى الأرض تجددت الاشتباكات بشكل عنيف في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم باستخدام مختلف الأسلحة وخلال الساعة الماضية أعلن الجيش السوداني تسليم 30 أسيراً قاصراً من الدعم السريع إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة أم درمان وذلك نتيجة مباشرتهم للقتال ضمن صفوف الميليشيا في غضون ذلك أكدت بعثة الأمم المتحدة بالسودان على أنها ظلت على اتصال وثيقاً مع الجيش والدعم السريع لحثهما على وقف إطلاق النار كشفت سلطات ولاية بجاية الجزائرية عن نشوب حريقاً بإحدى الغابات في منطقة عش الباز ببوليمات وفي وقت اللاحق اجتاحت حرائق الغابات إقليم بلدية بجاية في الجزائر وتسعت النيران نحو المناطق المأهولة بالسكان ما زالت تعاني اللوحة العربية الأفريقية من كوارث مأهولة لا يعرف مقتنوها أياً كانت أسبابها وما بين ليبيا والمغرب جغرافياً تقع الجزائر التي أخذت نصيبها بالتتالي زمانياً بعد نكبات تلكما الدولتين لتستفيق على حرائقه التهمت غابات الساكت الواقعة بولاية بجاية في الجزائر لتصل إلى مناطق سكنية أدت إلى إجلاء نحو 1500 شخص من منازلهم ووقوع 34 ضحية من بينهم عشرة عناصر من الجيش حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية رسمية وعندما لا يكون للطبيعة أي نية لتوسيع الضرر إنما خصائصها تفعل لتزيد قوة الرياح من تأجج لهيبها ليصعب على فرق الإنقاذ مواصلة عملية إطفاء الحرائق فتسجل ولايات بجاية والبويرا وججل الحرائق الأوسع رقعة وفق صحيفة الشروق فيما لاذا سكان ولاية بجاية بشواطئها المطلع للبحر المتوسط هارباً من الحرارة المرتفعة التي بلغت 45 درجة بالطائرات المستأجرة والطائرة ذات الساعة الكبيرة بـ 200 وقاذفات للمياه وطائرات الإطفاء ومروحيات الحماية المدنية كلها تصب في منح إخماد لهيب نار اشتبهت الحكومة بإشعاله من قبل شباب بينهم قاصران أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول أطنان من الإمدادات الصحية إلى بنغاز الليبية قادمة في إطار استجابة طارئة مكثفة للفيضانات كذلك أكدت المنظمة أنه لا يزال أكثر من 9 ألاف شخصاً في درنا في عداد المفقودين بعد انتشار قربة أربعة ألاف جثة بالمقابل أكد الجيش الوطني الليبي فقدان أكثر من 80 ضابطاً وضباط صف ضباط وجنود في درنا هنا في درنا المنكوبة رائحة الموت تفوح من كل مكان عداد الضحايا لا يتوقف الإحصار دانيال غير معالم المدينة بالكامل من بقي على قيد الحياة في الشرق الليبي لم ترف عيناه منذ الحادثة فالناجون يجمعون جثث من الشوارع بعدما قذفتها أمواج البحر ويساعدون فرق الإنقاذ بإخراج العالقين تحت الركام فيما يجتمعون جميعهم أمام ضحاياهم في المقابر الجماعية تداعيات الكارثة لم تنتهي بعد فالمخاوف من الإصابة بالأمراض والأوبئة وتحلل الجثث التي لم يتم الوصول إليها بعد خاصة أن مياه البحر لا تزال تلفظ الجثث الهلال الأحمر الليبي أعلن أن عدد الضحايا تجاوز الأحد عشر ألف قتيل ولا يزال البحث عن عشرات آلاف المفقودين مستمراً بينما أعلنت الأمم المتحدة عن 250 ألف متضرراً جراء الإعصار أما الصليب الأحمر فقد صرح أن فيضانات درنة نقلت معها مخلفات حرب قابلة للانفجار إلى مناطق غمرتها المياه وسط دمار شاملاً بالجسور والبنية التحتية كل الظروف أغرقت درنة وأفقدتها سكانها فالعوامل الجغرافية والبيئية لم تكن وحدها المسؤولة عما حدث فالسدود الركامية التي بنيت منذ سبعينيات القرن الماضي وفق معايير قديمة عجزت عن الوقوف أمام الإعصار باشر مكتب النائب العام في استدعاء دارة السدود والهيئات المختصة ووزارة الموارد المائية بدوره طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي فتحت حقيقاً شاملاً في وقائع الفيضانات التي اجداحت مدينة درنة وقال المنفي يجب محاسبة كل من أخطأ بإفعال النجم عنها انهيار سدي المدينة هناك تنصيق مع المصرف المركزي لتوفير المبالغ المخصصة التي تقدر بملياري دولار لمواجهة تبعات الكارثة قضى من قضى وتشرد من تشرد في ظل نكبة تبدو الأعنف في تاريخ البلاد المعاصر فماذا عن الغد؟ موسيقى استهدفت القوات الروسية خلال الأسبوع الأخير استهدفت بـ 11 ضربة مكثفة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة البنية التحتية لقوات كييف وقصفت القوات الجوية الفضائية مطاراً بالقرب من مدينة كريفوي ما أسفر عن تدمير مقاتلتي سو 29 و3 طائرات سو 25 إلى جانب تدمير مستودعات أسلحة غربية ومرافق الموانئ المستخدمة لنقل الأسلحة كذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 270 طائرة مسيرة أحبطت القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي 34 هجوماً على محور دونتسك وسقط أكثر من 1700 جندياً أوكراني بين قطين وجريح وتم تدمير 16 دبابة ومدرعة وأربع وثلاثين آلية أخرى وعلى محور زابروجي أحبطت القوات الروسية 18 هجوماً وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 740 قتيلاً وتم تدمير 20 آلية بينها دبابات ومدرعات و20 عربة وعلى محور جنوب دونتسك تكبدت 1100 جندي وتم تدمير 15 آلية مدرعة واثنتين وعشرين عربات أخرى بينما فقدت كيف 400 جندي على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف وأربعمائة آخرين على محور كراسليمان إلى جانب خسارة 18 مدرعة اطلع رئيس كوريا ديمقراطية الشعبية كيم جونغون خلال زيارته اليوم إلى مطار كينفيتشي الروسي بمدينة فلاديفوستوك على قاذفات صواريخ استراتيجية أسرع من الصوت تابعة للقوات الجوفضائية الروسية كساحر ماهر لا يكف كيم جونغون عن شد الانتباه نحوه فتراه يرهق خصومه بقصد أو بدونه يبقيهم ببرنامج زيارته العجيب متفرجين تارة محللين أخرى في تفاصيل العرض الذي بدأ مذ استقل قطاره البطيء على أنه ليس مهماً للوصول بل الرحلة نفسها وما تجر من رموز لم ينتهي الأمر فيما يمكن أن يكون وحليفه المفضل فلاديمير بوتين قد اتفقى عليه إنما كان في بلاده طاقم محترف يشتغل وينسق بدأب لتذكير الشقيقة العدوة بشكل رمزي فقط عن طريق باليستيين ذكيين بعظمة الزعيم حاضراً كان أم مسافرة يغضي الزعيم الشمالي قليل الأسفار أيام زيارته في روسيا متجولاً فيما يشغف ويشتهي يزور أحواض بناء السفن مواقع عسكرية ومصنعاً للطيران يشاهد عن كثب عمليات إنتاج مقاتلات ثم يجري رحلة تجريبية لطائرة سو 35 فيقول البعض إن من تصفه إدارة واشنطن بمجنون آسيا لم يرث فوبيا الطيران من جده وأبيه بل ربما تعمد العودة بالزمن والآل إلى حيث تقصد والجنون هنا لعله الدهاء بعينه والقدرة على ما لم يسبقه إليه كثر زيارة كل ما فيها يقلق الناظرين إليها فبينما استبقتها واشنطن بتحذير موسكو من خرق للعقوبات الصارمة ضد بيونج يانج تولت حليفتها توكيو شد الحبل الدبلوماسي بعض الشيء ليكرر مسؤول رفيع المستوى دعوة كيم للقاء رئيس وزراء اليابان بينما سيول العدوة الألد للشمالية تحذر موسكو من عقوبات إضافية حال توصل الطرفين إلى اتفاق تسليح وعلى طريقة ضابط المخابرات السابق يتلقى توبوتين ما يحاك خارج تداعيات الحدث فيخبر حليفه الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشنكو أن تعاون بلاده مع كوريا لا يمثل تهديداً لأي شخص ثم يواصل الكريملين ما يريد الرئيس ربما من تكتم على المستقبل بإعطائه إشارات مبهمة حول حصيلة الزيارة يقول إنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات بين البلدين ليبقى الواضح الوحيد مما غنيمه كيم هو دفعة جديدة لمظاهر العظمة لديه التعاون في مجالات الأقمار الاصطناعية والفضاء لكن ما خفي من هذه الزيارة حتماً أهم وأعظم أهلاً بكم مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وكناز محمد مساء الخير كناز مساء الخير أهلاً بكم مشاهدينا إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد لهذا المساء وبدايتها بالعنوين المصرف العقاري يرفع سقف السحب اليومي من صرافاته إلى 300 ألف ليرة مع زيادة التوجه نحو الطاقة نووية ارتفاع أسعار اليورانيوم ومخاوف من فرض عقوبات على صناعته أهلاً بكم إلى التفاصيل كشف مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان أنه سيتم رفع سقف السحب اليومي من صرافات العقاري ليصبح 300 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف ليرة في الأسبوع القادم واقترح سليمان أن يتم توطين رواتب الموظفين في بقية المصارف العامة وليس فقط في العقاري والتجاري بما يخفف الضغط عن الصرافات وتوقع أن يتم نهاية الشهر الجاري الانتهاء من مشروع الربط مع المصرف التجاري السوري لتصبح الصرافات الآلية في التجاري والعقاري تعمل ضمن شبكة واحدة وتقدم خدمات مشتركة إلى ذلك حددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي احتياجات الموسم الزراعي القادم من الأسمدة والبذار والمحروقات وفق الخطة الانتاجية الزراعية التي تم اعتمادها وحسب الخطة بلغ الاحتياج الكلي للموسمين الصيفي والشتوي على مستوى القطر من سماد اليوريا 800 ألف طن منها نحو 150 ألف طن الاحتياج اللازم للمحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة وبلغ الاحتياج الكلي من سماد السوبر فوسفات الثلاثي 537 ألف طن منها 50 ألف طن احتياج المحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة أما الاحتياج الكلي من سماد سلفات البوتاس فبلغ 393 ألف طن والاحتياج اللازم منها للمحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة بلغ عشرة آلاف طن في اللاذقية تقوم الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية بإنتاج الألواح عالية الجودة منذ قرابة العام وتم بيع أكثر من عشرة آلاف لوح شمسي وهي قيد العمل بكفاءة عالية وتركز الشركة على الاختبارات وفق المقاييس الدولية لكل مراحل التصنيع والتجميع بدءا من فحص وفرز الخلايا إلى عملية الاختبارات النهائية بهذه السواعد السورية تصنع الألواح الشمسية عالية الجودة فهنا تصنع شركة فونيكسون وتركز على الاختبارات اللازمة وفق المقاييس الدولية نحن أساس الشركة وتأسيسها بتوجيهاتنا القيادة لتوطين صناعة تقانات الطاقات المتجددة بدءا من اللوح والانتقال في مرحلة لاحقة قريبة إن شاء الله إلى صناعة مكونات اللوح الشمسي من الخلايا والمكونات الكيميائية وغيرها أول آلة بعملية إنتاج اللوح الشمسي هي آلة القصب اللازمة نحن نعطيها الخلايا الشمسية نوع الخلايا الشمسية مونو بيرت ثنائية الوجه عشرة باس بار نعطيها للآلة الخلايا الشمسية الكاملة فونيكس التي بدأت منذ قرابة العام تقدم ضمانات ضد سوء الصناع وكفالة إنتاجية لألواحها لمدة 25 عاما وبتوجيه من القيادة تثابر على توطين صناعة كافة مكونات اللوح الشمسي وصناعة جميع مكونات المنظومة الكهروضوئية من البطاريات والأنفرتات الحديثة بما يشق الطريقة لتطور أكثر وحداثة طبعا هون في قسم الاختبارات النهائية للألواح اللوح الكهروضوئي طبعا بيخضع لاختبارات متطابقة مع المعايير العالمية الدولية خاصة المعايير IEC 61215 والمعايير IEC 6715 هاي المعايير اللي بتحدد جودة المنسوقية الألواح الكهروضوئية بدأ باختبار العازلية الكهربائية وصولا لاختبار الخصائص الكهربائية والحرارية ومنحنيات لباء الكهربائية والحرارية للوح وصولا إلى الاختبار المجهري النهائي لبيان حالة الخلايا نحن باختبار الألواح نحن عنا فحص مجهري وفحص بصري بتم عن طريق برنامج مزود بخاصية الزكاعة الاصطناعية يعتمد على المبدأ لمعاني الكهربائي الفن يردد شو المشاكل الموجودة باللوح من كسر أو فك الحام نحن متأكد منها إذا كان موجود أي شيء نحن نبدل الخليل ونرجع من عيد طص لللوح تقانة في العمل وجودة في التصنيع ومواكبة لأهم تطورات مجال صناعة الألواح الشمسية لتكون سوريا وضاءة بجهود أبنائها من اللاذقية باسم عباس قناة سمى الفضائية اختتمت فعليات معرض السيلة الدولي بدورته السادسة عشر الذي استمر على مدار أربعة أيام متتالية محاقق النتائج إيجابية تبشر لاحقا بالنجاحات والتقدم في صناعة الجلديات والأحذية وأكد مدير العلاقات العامة في الاتحاد العربي للأحذية والجلديات محمد البوشي أنه منذ اليوم الأول انطلاق المعرض بدأت عمليات التفاوض ما بين الشركات العارضة والوفود الزائرة لإبرام العقود التصديرية هذا وتم خلال اليوم الرابع توقيع العديد من العقود والاتفاقيات مما يعكس إيجابية المعرض وتأثيره في تعزيز القطع الصناعي الخاص به ارتفعت أسعار معدن اليورانيوم المستخدم في توليد الطاقة النووية إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاماً حيث أصبحت الطاقة النووية مرة أخرى أحد الوسائل المفضلة في الحصول على الكهرباء ومخاوف من فرض عقوبات على صناعته في روسيا مع زيادة التوجه نحو الطاقة النووية وإدراك الحكومات أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا تستطيع القيام بالمهمة بمفردها بالحصول على الطاقة النظيفة توجهت الأنظار إلى اليورانيوم ومع هذا التوجه ارتفعت أسعاره بنسبة 12% خلال الشهر الماضي وحده لتصل إلى 65.50 دولاراً للرطل الواحد وهو الأعلى منذ عام 2011 وأشارت صحيفة Wall Street Journal إلى أن أسعار اليورانيوم ارتفعت بنسبة 30% منذ بداية العام الجاري مع بدء تشغيل محطات الطاقة النووية الجديدة وتمديد عمر المحطات القديمة مما تسبب في زيادة الطلب في مواجهة العرض المحدود هذا وقد عانى سوق اليورانيوم من الركود منذ كارثة فوكوشيما ولم يتم استثمار الكثير في نمو الطاقة الإنتاجية والآن يبدو أن الأمور تتغير سريعاً وبحسب الخبراء فإن هذا قد يعني النقص في المعروض من اليورانيوم أما أكبر بلد في العالم يصدر اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية فهي كازاخستان استحتوي أراضيها على 12% من مخزون اليورانيوم العالمي وتنتج نحو 43% من خام اليورانيوم الصناعي المستخدم حول العالم وتوفر نيجر 5% من اليورانيوم العالمي وما يصل إلى ربع اليورانيوم الذي تستورده أوروبا ولا يقتصر الأمر على البلدين فحسب فإن السعودية أعلنت مؤخراً أنها تعتزم استخدام اليورانيوم المكتشف محلياً لبناء برنامجها النووي الوطني فيما قالت الوكالة الدولية للطاقة الزرية مؤخراً إن إنتاج إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة النقاء في زيادة كبيرة وتعد روسيا واحدة من أكبر موردي اليورانيوم ومن ثم هناك مخاوف بين المحللين من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يقرران فرض عقوبات على صناعة اليورانيوم في روسيا الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على تأمين الإمدادات لصناعة الطاقة النووية أعلنت وزيرة المالية الهندية أن حوالي 22 دولة تتفاوض مع نيودلهي حول تجارة ثنائية بالعملات المحلية وحول قمة مجموعة العشرين قالت إن الهند تمكنت هذه المرة من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن جميع القضايا مشددة على اتخاذ إجراءات جماعية سواء تعلق الأمر بالعملات المشفرة أو الديون العالمية تتفاوض حوالي 22 دولة معنا وتتواصل لمعرفة ما إذا كان من الممكن إجراء التجارة الثنائية بالروبية ويرجع ذلك أيضاً أن العديد من هذه الدول تعاني من نقص الدولار بهذا تنتهي أخبار الاقتصاد هذا المساء شكراً للمتابعة وعودة للزميلة وفاء وما تبقى من النشرة شكراً يعاني المواطنون من التفاوت الكبير بين ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل كونها مناطق يعتمد معظم أبناؤها على المداومة لتأمين قوة أسرهم اليومية ما بين ارتفاع الأسعار والدخل المحدود يعاني أبناء ريف حلبة كما كل المحافظات السورية من انعدام في القدرة الشرائية أولاً وارتفاع كبير بأسعار السلع الرئيسية ثانياً والتي عزى أصحاب المحال أسبابها إلى انخفاض الإنتاج وتضخم أسعار المواد من مصادرها حسب تعبيرهم تنريشة الفلافيل في البلد بعش تلاف اليوم كيلو الفول بخمسة عشرين ثلاثين ألف المطعم يعني تروع المطعم بعش تلاف ما بيطعموك انت وعائلتك لا بكتير ولا بقليت الدخل لا ما في مقارن يعني نهائياً يعني اليوم أنا بياء خضرة مثلا كيس بانجال مكدوس حق مئة وخمسين مئة واربعين ألف لفيرا سوري كيس البليب لكذاك تأمر خمسين ستين ألف لفيرا يعني الدخل ما بتقارن مع الدخل المعيشي طاول الدخل عشرين بتخط خمسين الدخل عشرين بتخط مئة يعني انتي شايف اليوم أسعار السلع الغزائي أسعار المواد التمويني أسعار الخضرة أسعار اللحم اللحومات بشكل عام هذه اللحومات يعني انسيناها اللحوم بشقيها غدت خارج إطار الموائد الريفية والتي باتت تقتصر على بعض أنواع الخضروات فقط في ظل اعتماد أبناء هذه المناطق على المياومة والتي مهما زادت قيمتها لا تتناسب مع التضخم الذي أنهك المواطنين على حد قولهم كله بندوره مثلا خمس تلاف كله بطاطة خمس تلاف كله خيار أربع تلاف كيلو أني تزيلت اليوم حقه أربع عشرين ألف كيلو ستكبر حقه خمسلاش ألف طيب هذا العامل البسيط اللي مثلي مثلا أنا اللي بشتغل في اليومية شلون دعيش تنزل من هون لحلب بدك عشر تلاف يوميا مواصلات يعني بدك ثلاثمائة ألف في الشهر أجار مواصلات كيف بده يتناسب الأجار مع الدخل بصير تضخم زيادة يعني تضخم ياريت أنه عم بيلحق الأسعار لا بالعكس عم بزيد السعر والربح عم يبقى على حاله يعني صعي أنه زادت الرواتب صعي أنه تحسنت شوي المعيشة بس كمان الغلاء لحقه بأدبال الأدبال نداء جديد يرفعه المواطنون لبث شكواهم علموا جيبا يرد بعضا من مطالبهم مقضية وضعنا آمالهم بالمعنيين لإنهاء معاناتهم وإيجاد حلول تساعد في تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الراهنة عنهم لقناة سامة الفضائية عباس يورك ريف حلب مشاهدين بقية في هذه النشرة التذكير بأبرز ما جاء فيها استراتيجية واشنطن مهددة قوات من العشار العربية تهاجم مواقع لقصد في ريف ديرسور حجم الكارثة مجهول انتشال قرابة أربعة ألاف جثة في درنا وتسعة ألاف في عداد المفقودين الدفاع الروسية تعلن توجيهها إحدى عشرة ضربة جوية وبحرية عالية الدقة لأهداف للجيش الأوكراني خلال أسبوع شكرا لكرم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة